دايما بتجيلنا اسئلة كتير متكررة عن الامراض الجلدية المزمنة زي البهاء او التعلبة او الصدفية فيطارة هل في يعني علاجات حديثة تم اكتشافها لعلاج هذه الامراض ويطارة هل في امراض جلدية ممكن لقدر الله تمنع ولادنا ان هما يدخلوا كليات زي كليات العسكرية كل التساؤلات دي هنعرف ان شاء الله النهاردة اجابتها في فقرتنا المنتظرة كل يوم ثلاث مع الاكسلانس الاستاذ الدكتور عاصم فرج استاذ الامراض الجلدية والتجميل اللي منور الدنيا كالعادة وحمد الله على سلامتي وانت حمد الله على سلامتك الله يسلم خدتني غياب مرتين منورنا يا دكتور عاصم وحديث دايما توعدنا بالجديد واحدث الدراسات يعني فهل العلاج للصدفية والتعلبة والمهاء خلاص بقى وصل اه قبقى وصينا او ادنى عربي بدلازينا ده هو فعلا صفحة تقفل يعني زالاست شامبر اللي كبريكاني يقوله جدا ويارنزالاست الشابطر الاخير حل بنقفل بيه حاجات بقى انا مد ده يدينا مدلول ان كل الامراض التي وجدت دلوقتي علاجها موجود بس احنا اللي مش شايفانها ازاي با عايزين نشوفها واو نعرف اه يعني انا اللي قصدي انا قصدي اه اه يعني مش خاوي يعني بس اه اه احنا اللي مش شايفانها بس فيه علاج لكل حاجة فابتدينا بالسعلبة خلاص اتحلت تماما 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 كمان بخبر رائع اه الجاك انهيبتور دول من اول البرسيميان للبرتابة للأولوميان دي ادوية كانت مشكلتها غلوة غلوها بس غلوها جامع انما نزلت اوي 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 الساعة بسبب وجود بارسيميان وخفضوا الأولوميان وخفضوا التاني ايه ده الادوية دي اللي انا عمل اقولها دي دي مجموعة من الجاك انهيبتور بتتاخد قرص واحد يوميا اربعة ميلي جرام السعلبة تروح خلال قد ايه بقى ما فيش شهر حاجة كده شهر شهر هي اتبقلنا مشكلة عشان ما حدش يقول يتكلمني عليه هوقفوا امتى ولا انا ولا امريكا ولا انجلترا ولا اوروبا واخديني القرار ده السؤال الاهم اللي انيس اقولك انا خلصت العلبة مسلا هعمل ايه لا ده هي جيالي عمرها ما شافت شعرها خدوا بالكم من اللي انا بقوله ده عمرها ما شافت لون شعرها الصلعة خال ابتدت الشعر يطلع وبغزارة خشد شوية ابتدى ينعم 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 انتهت مشكلة الثعلابة عالميا على فكرة مش انا يعني يتكمل فيها لحد ما هرير يعني يقوله هي اللي انت بتقولي ده يا مونة يعني شوية قلب لنا مخنا امتى نعرف نواقه فابتدينا نتدرج يوم او يوم لأة يوم او يوم لأة كده والدنيا ماشية الدنيا ماشية النشاط هو اهم حاجة صحيح انا بس قبل ما ناخد السؤال اللي هو سادتنا عايزين نسأل فيها طب على جزئية ادوية علاج الثعلابة اللي عاملها ابهار هل اللي بيعانوا من سقوط الشعر ممكن ياخدوا نفس الادوية ده سؤال مهم عشان هي في بالكتير طبع لا لا سؤال اصحنا الحركة دي نحب نجود الحركة مصرية يعني اللي هي بدن بينفع هنا ينفع ارينا دكتور طب والصدفية والبهاء ده بالعكس ده الصدفية قلبة الدنيا بالعلاجات البيولوجية العلاجات البيولوجية مش واحد بقوا تمانية تسعة عشر اتناشر بس برضو هناك مشكلة السعة واختيار البيولوجي الصح من اول اول يعني مش الرينفوك دي حاجات تاني الاجزيمة بتقتبية لان ظهر على الصدفية علامات جديدة ان العيان بقى بيهرش فيها فابتدى انا نقول في صدفية معاها تقتبية انما الكوزينتكس الكوزينتكس ده للصدفية ما شاء الله الكوزينتكس كمان في مرض استحدثة فيه العلاج اسمه HS ايه الـ HS ده اللي هو تقيحات الغدد العراقي فده بقى ما شاء الله بيخف وبسرعة لا تدخيلوها HS ده يقضي على واحدة حركفة تحت موضوعه جديد وصفه لنا شكله ايه تقيحات الغدد العراقية ييجي بقى ايه تحت الابت ما شاء الله تحت الابت بين الصدف في المقعدة وتبقى حفر كتيرا 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 لها علاقة من ولاد عمها الاماكن اللي فيها احتكاكات جلدية تقريبا اه ولكن الغدد العراقية بتعمل زي نصور لجوه كده المهم كانت زمان بتتضمر دلوقتي بقى بتتعالج الـ HS HS ده يعني يرى النور دلوقتي علاجيا عظيم الله يبشرك بخير يا دكتور طب انا برضو عاوز ااكد على جمهورنا فورسة بعتولنا على البوست بتاع دكتور عاصم فرج على صفحتنا كل اللي عنده اسئلة ونكمل مع حضرتك بقى عن الشفية اسئلة بيكون دائما مكررة في كل لقاء لان احنا في فترة الصيف لازم نعيدها ونفكر بيها المشاهدين اهم حاجات نهتم بيها كل البنات والستات والرجالة الفترة دهيت عشان الاجازات والمصير يهتموا بايه الشنطة المصير شنطة المصير شنطة حمزة المصير تغيرت عن السنة اللي هي الجو تغير الجو تغير ده كان حمادة وده حمادة تاني خالص الصونس كرين الصونس كرين الصونس كرين كريم الحماية من الشمس يا جماعة 42 و44 ده كانت لما كنا نتيجي مرة في السنة من فرهط انما اتنين واربعين اربعة وارعين انا رحت صدرات ده قدي محاضرة في بغداب مهلوم درجة الحرارة كان بره اتنين وخمسين اتنين وخمسين من دي فلاقيت الدنيا هابو انما اللي عايز اقوله تاني وتالت وراحبة ان الشنطة ضروري فيها الصونس كرين هنختار الصونس كرين اللي هو الفوتو ديرب اكوة اكوة ليه؟ مائي 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 ده مهم اول فوتو ديرما اكوة ويتحط امتى اول قبل منزل ولما ارجع قبل منزل بتالت ساعة ده من يقولولي كده طبعا بس ناخده معانا هو بارير يا دكتور يعني بيمنع حائل يعني ولا اه هو سؤال لك عشان يعني زي ما يقوله سنة السادسة صعب يا اه انما هو حيفضل كده بنفسه قوته اه على طول لا اه هو اول ما حننزل المياه ان نزلنا المياه الاس بي اف يبتدي ينزل 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 تسمم ضوئي ده يوجدين بقى بتاع التسمم الضوئي ده برضو عمري انا عمري ما قلته التسمم الضوئي ده عمري ما شفته العين تقفل العين تقفل هي ما شفته ما شفته في عيني ما حدش قالي هو يعني ربنا يا عافينا جميعا يا ربنا ان شاء الله كنت حاسة ان انا عاملة زي روكي في الماتش بتاعه ومصحت من النوم رجل الملاجم ده اللي هون ضروري يفتحوا لهم عينيهم ومتاع دي اليرجي التسمم الضوئي ده ضروري يمنعه جود سانسكرين اقراص ضد الستامين اللي هى اليرياس والتلفاص واواواوا نخد احتياطي قبل ما يحصل اي حاجة يا سلام هو احتياطي حتة انا بقى هي او مش انتوا يعني هي عندها حساسية ضوئية عرفاها او جالها ممكن يكون هايجيلها هايجيلها بس هي عرفة انها لما بتلبس معدد لما تحط بيرفيوم وتنزل للبح منها بتنسى الواحد على فكرة بيعمل حاجات وهو ماشي متعود عليها فلا يمكن يلاحظها لو معاش انت بقى يبقى فهو ديت اللي هو الفوتوديرم انما اول ما حيتعرض للضوء من غير ياخد بس انت يستمين قبل ما ينزل اه ادي حياخد تيل فاست مسلا مية وعشرين حيدخل تاني حيحط الصوني سكرين الفوتوديرم الاكوى ودية تحطها اتجهزها في الشنطة ياخد الشنطة معاه تحت الشمسية انا بقول له خدها معاك لانه هتعمل ايه في البيت يعني حتى انت لو البيت فضاء على بال محدة هيروح يا ابني روح يا محمود روح يا بتاع ولا حد هيسأل فيه لان كل واحد مالهي في المحر محدش بينفى حدك طبعا كل واحد مالهي في حاجة طيب لو حصل حروق باقي دكتور في حاجة بنسبة عنها كريمات ترميم البشرة اه ايه صح هو ده مستحدث اللاز لكن هو الترميم ده هو عبارة عن السيكالفيت والسيكابيو والحاجات الجديدة دي بس اهم حاجة فيها برضو الحرق نحط ايه ما حدش يحط تلج كتير والنبانة كل مالهي وقال للك اه التلج يحرق طبعا ما حدش يحرق اول ما بيحصل الحرق بنجيب تلج اه التلج يحرق ما يحطش تلج كتير ولا ما يحطش تلج خالص لا ما نحطش كتير كده اه التلج المجروش وده احسن حاجة التلج المجروش ده احسن حاجة وتلاقي الدنيا تحسنة بسرعة جدا ايه الفرق بين السيكابيو والسيكالفيت الاتنين واحد عادي والسيكة كمان يعني فيه خمسة ستة في السوق بس من كتر الاستهلاك عليهم ده بيجيب مسيجة بالحروق فضيع بس يلحق على طول قبل الحرق قبل الاسكار اسكار ده هو قبل العلامات اللي بتلسع اول ما يتلسع ويتحرق على طول يحطوا ما يستنش العلامة البني اصبحت علامة البني يعني كده فيه ناس انهم يجيبوا علامة بني بسريعة يعني ايه علامة بني سريعة جدا يعني ان هما بيتلككوا يتلككوا على طول البيرفيوم العيالة الغيرة يحطوا بيرفيوم وما نزلين غلط ناقص حاجة بقى ما اقولها كويس ان انت موجودة المحجبات في الرقبة ما يحطوش الدبوس ماذا حدث بالدبوس بتاع البتاع ده الدبوس ده عمل حاجات كتير جدا منها اه اكزيمة هنا وبعد ما عمل الاكزيمة اللي هنا عمل بوهاء اه الدبوس ده عمل بوهاء يا اخوانا امسكوا الدبوس من الجام يا اخوانا انا ما عرفش ليه ربطينه تقولي احسن تطيل يبيعمل حساسية وبعدين ان هي تهرشها تهرشها يتحول لبهاء لسه ما قلناش برضو لما ما ننساش ان علاجات البوهاء نفسها اصبحت دلوقتي فيها طفرة حصل فيها طفرة من اول الريكس طب وده عمرنا ما كوننا انا تخيل انه حيجي مصر اللي كان بقى بكام مية وتمانينة مش هقول الرقم كان غالي جدا نبو بقد كده فيها كاز اه مش هقول طيب النبا نزل في مصر رخيص جدا وابتدى الاكراس اللي هي الرينفوك الاكراس الرينفوك ابروفد كمان انها تبقى قرصين يومين فابتدت الدنيا تتغير خالص 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 هل سرعة ده زي ده زي ده في الخفافان لا ده في افريق اوي احنا اهالينا يعني المادة الفعالة فيه مش مش قوي اهالينا اللي في اسوان وفي لقصه اه الشخص نفس الدرجة الدرجة لونهم مشروطهم تسرع من العلاج تسرع من العلاج جامد عن الاخوانا اللي في ايرلندا طيب احنا نريد ان نخش في اسئلة الصفحة نعمل كده ممكن اه اتفضل طيب في رشا بعت الحديرك على الصفحة بتقول انا عندي 28 سنة وبيحصلي تكييسات وبتروح وتيجي تروح وتيجي وشعر بيزيد كمان في جسمها وفوشها اه ده هي تكييسات مبيع هل الليزر بقيت سوي هل الليزر يساعدني ولا لا ده اساسي هو بس تاخد علاجات للتكييسات بنسميها البوليسيستيك أوبري التكييسات دي اللي هو بتاخد بقى من اول كل الادوية ديت بتنهي التكييسات يا رب كنسا معانا رشا فرصة اه فبتل انا بسمح لك اه اه اكو نكمل اسئلة بقى عشان عندنا كتير على الصفحة خديجة بتقول انا بشرية اتحرقت واستعملت كريم اللي حضرك قلت عليه بيتادرم بس هو للحروق وتستمر عليه ولا لا بتتأكد ان هي صحة بس انا ما قلتش بيتادرم بيتادرم ده فيه كورتزول واحنا ما بنحبش الكورتزول احنا فيه كتير قوي عندنا هنا يعني العيان يأول الكلمة فعايزين نلاحظ اللي قطتها غلط تتأكد هي برد بتتأكد حريصة انا بنأول بعض كلنا دلوقت لا اه طبعا فانا دايما انا ما قولتش كده طب نعمل ايه تحقق ايه اتعافى يأولك يعني ايه يقولك لما انت قلتلي كده ويكمل جملة بسرعة لا ايه فهمتها وتتأكد برافو عليها بتتأكد يعني لا بس احضي الكورتزول لا خلينا فالترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب لو حرق لو حرق برضو المرة اللي فاتت قلتلكو صيدلية البيت يبقى احنا عندنا بقى شنطة المصيف والصيدلية اللي هنحطها في الكابينة لان دي اهم من دي وفي الكابينة هنحط الصيدلية علشان سرعة التربية ملاش البانيك هنحط فيها ايه هنحط فيها هو بقى السيكا بايو هنحط فيها هنحط فيها شاش فازلين معاقب وده مهمة جدا 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 كمان التسمم الضوئي رجع تاني برضو لان ابتدت الناس تتنفخ اناها وتتساد فهنعمل ايه انتي هستامين انتي وهنا المرة الوحيدة ان شاء الله تبها الوحيدة اللي هقول ضروري كورتزون اللي هي عينها قفلت ضروري كورتزون سوليوبريد ارس ارسين حيفوك الدنيا وتبطلوا بالراحة ايوه كل حاجة فيها هي بتاعت الكورتزون الباقي ما فهمش دكتور في بعد اذنك كمان اسماء بتقولك سمحت يا دكتور انا عندي تحت شافتي كده صبغة سودة وبقالها فترة كبيرة قوي حاطيت عليها حاجات كثيرة ما بتروحش ايه اللي ممكن احطه على التصبغات الغمقه اللي تحت شفايف ويكون سريع لاني عروسة ومحتاجها تروح بسرعة طبعا وهل سببها كان طليع لي حاجة زي فيروس كده ومن ساعتها عملت حاجة سودة عملت حاجة سودة ما بتروحش هي هي عروسة عشان مش عشان عروسة يعني اي حد عنده حتة بني هي بني من السودة اه لان دي بنسميها ما بعد ما بعد اه الجيلها هنا هيربس مثلا اه الهيربس ده بيجي خدوا بالكو من هناك هاجمة شرسة شرسة من الهيربس زوستر اللي هو الحزام الناري اه وده عشان كده فيه اه اه مهم جدا بيتاخد مرة في العمر بيتاخد مرة فوق الخمسين او فوق الثمنتاشر لو اميون كومبرميز هباشرحالكو دي جام انما الفاكسين ده اه السلاح مهم جدا 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 اه اه حتى الكوبار يغدوه اه من فوق الثمنتاشر لو اميون كومبرميز يعني ايه دي عنده اتحرق اتعمل بتاع الفاكسينز دي اه على فكرة انقاذة حياتنات كتيرة اللي قدر الله اللي قدر الله امشي يا شر اللي هما بيعملوا ريديو سيراب وبيعملوا كوبال وبيعملوا كده عرضة للاصابة بالهيرب الزوستر اكتر من الناس كلها دول قبل ما بيدخلوا بياخدوا الشينجرز ده اه تطعيم مرة مثلا مرة بيتاخد مرة او المهم يعني انما بيحميهم من ظهور الهيرب الزوستر اه والفاكسين الثاني في الجلدية اللي هو فوق الكبرت شوية ما عرفش ايه صغيرين يدخلوا ويناموا ولا حاجة اللي هو اتش بي في فاكسين ده اتكلمنا عليه اه في الامراض التناسلية اسماء طب تعمل ايه ايه اسماء تعمل ايه دي مهمة اول البقعة اللي هنا دي هتعمل لها دي بيديرب واربع حاجات ما تنسهاش نمرة واحد ما تحطش بيرفيوم هنا اتنين معقول السنان تلاتة المنجا والفلوريس والموالح كلها اه 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 والنمرة تلاتة اليومين دول اه في خمس فواكه بيجبوها احنا كنا نخش وطب على فكرة بس راح بناش نقطة على حضرات اجابة لا لا فيه تين برشومي رغم النغلي اه التين الشوكي كمان متاكلوش كده اه ما شاء الله حدس ولا حرك والناس بيحبوا يبلق الظوهة كده دي بيتغم ما لاش اي اكل يجي هنا احتياطي احتياطي اه اه انا بقيت اشوف ناس بيمشوا بالمنديل كده فيه حاجة مهمة تنشيف الوش ما يكونش بالمنديل معلش انا اتغير شوية مواد كمواد القماش اللي هي الفوتة احسن لان هناك حشرة حتى مخهة فينا يعني اسمها الديمو ديكسو فلو كيلورام دي بتعمل التحمر الحيطة دي وتغمى دي احنا بقالنا سنين هاجمين على البيئة فالبيئة بترضهلنا بتقالي بيئة نازلة كده اولله احنا اللي عملنا كده بما كسبت ايدي الناس وبقت عنيفة شوية البحر مندايق مننا الحشرات مندايقة مننا كل ده والجو نفسه مندايق طب هنعمله ايه ما هو ده زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس احنا السعوات لنلوث البيئة اه عمر سؤال مهم واقير بس معنش يا دكتور اسباب الجدير المائي واسرع علاج ليه وبيقعد ايه في الجسم ده اللي كنت بقول نفسه جدير زي الحاجات الجدير المائي الجدير المائي هو هو الحزام الناري نفس الفيروس ماذا حدا صبر له والعلاج هو هو اه اه بس اللي احنا فالتريكس مناخد بيها فالتريكس انما الفاكسين الفاكسين مرة واثنين وثلاثة مهمة طب لو ماخدش الفاكسين مجاله بقى هيتعالج لا مش الفاكسين تاع الزغنانين الفاكسين الكبار لو غدير المائي ده جه في الكبر هيحفر فنلحقه قبل ما يحفر طب لو عمل كده يعلاجه ايه بقى ايوه هنبتدي ناخد فالتريكس برده وبرده اصدقي انا قدي لحواليه الفاكسين لانه ده مش معدي بيبهدل بس الكبار مش هيجيلهم ده هيجيلهم الحزام النار الفاكسين هنا اساسي 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 مش رفاهية هنا الفاكسين او التطعيم ضرورة طبعا بعتزب لكل جمهورنا العزيز الغالي اللي بعت اسئلة كتير الوقت الاسف انتهى بس دكتور عاصم ان شاء الله الثلاثة الجاي يجاوب على اكبر قدر من الاسئلة كالعادة متقلق وكالعادة منورنا يعني في برنامجنا يا دكتور عاصم والستاذ الجلدية والتجميل والثلاثة الجميع اوعى تتأخر انتو مسقفين فسهلين في الكلام اي خدمة بقيتو جبدين جد تلمزتك نورت الدنيا كلها دكتور عاصم واصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقيت حلقة النهاردة ايوه وتروحه في اي مكان لان هنا البهجة وهنا تبدأ السعادة